سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة التي يمتلكها الفريق وحرص اللاعبين على بدل مزيد من الجهود من أجل تحقيق الأهداف مبينا سموه أن الدور الفرنسي للدرجة الثانية يشهد تنافسا قويا وكبيرا بين الفرق وأشار سموه إلى أن باريس افسي بشعار بكتوريوس البحرين يسير بخط ثابتة نحو مواصلة تحقيق نتائج الإيجابية في الدور وأن هذا الانتصار كان على فريق كان سيعزز من طموحات اللاعبين الذين حصلوا على دفعة معنوية عالية قبل المواجهة المقبلة أمام باستيا في الأسبوع السابع عشر يوم الجمعة المقبل مبينا سموه بل متمنيا سموه التوفيق والنجاح للفريق في مبارياته المقبلة ترجمة نانسي قنقر